إذن في المغرب أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن قرار بتعليق الدراسة بجميع الأقسام والفصول حتى إشعار آخر ويشمل القرار رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة للوزارة سواء منها العمومية أو الخصوصية ولا يتعلق الأمر هنا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية إذ ستعوض الدروس الحضورية بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتمدرسين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد كما يأتي يدى القرار كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات وتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة والأطر الإدارية والتربوية وجميع المواطنين وتجنب تفشي فيروس كورونا خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية وباء